سيد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ورئيس القطاع المؤسسي في شركة ميداف للاستثمارات أهلا بك معنا سيد هاني في عدة آراء اليوم تتحدث أنه قد يتجه البنك لعملية تثبيت الرأي الآخر قد يكون هناك تخفيض آخر مع نهاية هذا العام إلى أي مدى ترى بأنه هناك مبررات حقيقية يمكن أن يتجه لها البنك اليوم بعملية تثبيت ويخالف القرارات الأخيرة بقرار التخفيض الذي اتخذه لعدة مرات هو الحقيقة أنا باتفق مع الأراء التي هي بترجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل بخفض أسعار الفائدة بنحو نصف في الماء ويمكن التوقعات تتمثل في احتمالات ما بين 70 إلى 80% أن يكون الاتجاه هو تخفيض أسعار الفائدة بينما الاحتمال الأقل هو أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية والسير قدما في دورة التيسير النقدي في العام القادم ليبدأ التخفيض تباعا تنسجم يمكن التوقعات مع المبادرات التي أطلقها مؤخرا البنك المركزي لتحفيز الأسواق هو على سبيل المثال المبادرة التي هي الخاصة برفع الحد الأعلى لأقصاط القروض الشخصية والتبويرات الشخصية إلى 50% من الدخل الشهري بدلا من 35% وده الغرض منه هو تحفيز الإنفاق وبالتالي تنشيط الأسواق طبعا من أكبر العامل التي يعتمد عليها البنك المركزي في اتخاذ قرارات الخاصة بأسعار الفائدة هو معدل التضخم معدل التضخم جاء أو ينخفض باستمرار ويمكن المستهدف في تحقيق مستوى التضخم يتراوح ما بين 9% يتراوح 9% زائد أرمائس 3% بنهاية الرابع الرابع في عام 2020 ونحن في الوقت الحالي نحن أقل من هذا المستهدف نعم لكن من الخطوات السابقة أستاذ زهاني بأربع مرات من عملية التخفيض يمكن خلال عام إلى أي مدى كان في ردة فاعل على الاقتصاد برأيك السؤال الآن هل يستفاد الاقتصاد المصري من هذه الخطوات التخفيضية التي قام بها البنك المركزي أما زال يمكن البعض يرجح بأن عملية التفبيت هي يمكن لإتاحة الفرصة حتى يتفاعل الاقتصاد بشكل أكبر مع هذه الخطوات السابقة نزال سعر الفائدة المدينة في مصر عالي ولا يحفز على الاستصمار كان لابد من طالما أن السعر أعلى من 10% فهو سعر مرتفع لا يحفز على الاقتراض فتكون تكلفة الحصول على الأموال تكلفة كبيرة وده يثبت أي المحاولات التي يقوم بها رجال الصناعة والمستثمرين للتوسعات فكان لابد من تنشيط الأسواق باستخدام أدوات السياسة النقدية وهي بصورة رئيسية أسعار الفايدة وتخفيض أسعار الفايدة وخصوصا أن سعر الفائدة حقيقي يقدر بـ 4.5% لأن مستوى التضخم في انخفاض مستمر وصل التضخم في يوليو 2018 على متى ذكر نحو 35% فكان مستوى الأسعار الفائدة عالية وكان سعر الفائدة الحقيقي بالسالب فنحن نتحدث دائما ما هو نتحدث عن مستوى سعر الفائدة الحقيقي وما هو المستوى الذي يحفظ رجال الصناعة والمستثمرين على الحصول على الأموال والتوسع في المشاريع الحالية والمستقبلية وده من شأنه أيضا أنه يقلل البطالة لأنه مع التوسعات بالتالي بيكون هناك في احتياج للعمالة الدائمة والعمالة المؤقتة لكن إلى أي مدى من مصلحة المركز اليوم أنه يقوم بعملية التخفيض أيضا أستاذ هاني بحكم أن الحكومة اليوم تستمر بعملية إصدار السندات يمكن تغطية العجز في الموازنة وأيضا تخفيف الدين الحكومي عليها وعملية التنويع الأخيرة التي شفناها يمكن لوزارة المالية بأنها بدأت بإصدار سندات دولارية وأيضا محلية اليوم إلى أي مدى عملية التخفيض هي بمصلحة إصدار سندات محلية تخدم خدمة الدين والعجز دعيني ووضح حقيقة هامة جدا أن الحكومة هي أكبر المقتردين وهي أحيانا تزاحم القطاع الخاص في الاقتراض الحصول على الأموال من البنوك تخفيض أسعار الفائلة يصب في مصلحة تخفيض عبء الدين العام وبالتالي عجز الموازنة من ناحية أخرى ما زالت السوق المصرية سوق جاذبة للمستثمرين في أدوات الدين المحلي لا زالت تعطي عوائد مرتفعة ونحن نشاهد أن تغطية السندات التي تصدرها المالية التي تصدرها مصر بيتم تغطيتها بمعدلات كبيرة هذا يدل على أن مدير الإستثمار حول العالم والسندوق الدولية ترى أن السندات المصرية مناسبة للغاية وتعطي عوائد جيدة وهم لا يترددون في الإستثمار في مصر والدليل على ذلك منذ أيام تم دخ 490 مليون دولار من الصندوق الدولية في الإستثمار في أدوات الدين المحلي في مصر ما زالت سوق جاذبة لأدوات الدين المحلي في العالم نشكرا كيد هاني أبو الفتوحة الخبير المصرفي ورئيس القطاع المؤسسي في شركة مدافل لإستثمارات كنت معنا مباشرة من القاهرة